الله أكبر الله أكبر عندما انتصر المسلمون في غزوة حنين بعدما كادوا أن يهزموا وزع النبي صلى الله عليه وسلم أغلب الغنائم من السهم الخاص به على المؤلفة قلوبهم هذه القسمة قام بها النبي صلى الله عليه وسلم ليحبب لهؤلاء الإسلام حتى وإن كانوا من الفارين في المعركة فأعطى لزعماء القريش وقطفان وتميم عطاء عظيما إذ كانت عطية الواحد منهم المئة والمئات من الإبل مثل أبو صفيان وسهيل بن عمر وحكيم بن حزام وصفوان بن أمية وعيينة بن حصن الفزاري والأقرع بن حابس وغيرهم وترك الأنصار لعلمه بقوة إيمان بعض الأنصار وجدوا ذلك في نفسهم فبالرغم من أن هذا السهم هو خاص بالنبي يصرفه كيفما يشاء إلا أن بعض الأنصار حين رأوا قسمة النبي للمؤلفة قلوبهم قالوا لقي والله رسول الله قومه يعني رأى قومه وبدأ يكرمهم ويغدق عليهم لذلك قام سعد بن عبادة رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله إن هذا الحي من الأنصار يعني جماعة من الأنصار ولعلهم جزء من الخزرج قد وجدوا عليك في أنفسهم فقال النبي فيما فقال فيما كان من قسمك هذه الغنائم في قومك وفي سائر العرب ولم يكن فيهم من ذلك شيء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأين أنت من ذلك يا سعد فقال سعد ما أنا إلا مرء من قومه يعني أنه يميل لقول قومه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجمع لي قومك فإذا اجتمعوا فأعلمني فخرج سعد ونادى في قومه حتى لم يبقى أحد من الأنصار إلا اجتمع إليه ثم ذهب إلى رسول الله وقال له يا رسول الله اجتمع لك الأنصار حيث أمرتني أن أجمعهم خرج رسول الله قام فيهم خطيبا وقال يا معشر الأنصار ألم آتكم ضلالا فهداكم الله وعالة فأغناكم الله وأعداء فألف الله بين قلوبكم قالوا بلى فقال ألا تجيبون يا معشر الأنصار قال وماذا نقول يا رسول الله وبماذا نجيبك ألمن لله ورسوله قال والله لو شئتم لقلتم فصدقتم وصدقتم جئتنا طريدا فآويناك وعائلا فآسيناك وخائفا فأمناك ومخذولا فنصرناك قالوا ألمن لله ورسوله قال أوجدتم في نفوسكم يا معشر الأنصار في لعاعة من الدنيا تألفت بها قوما أسلموا ووكلتكم إلى ما قسم الله لكم من الإسلام أفلا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس إلى رحالهم بالشاء والبعير وتذهبون برسول الله إلى رحالكم فوالذي نفسي بيده لو أن الناس سلكوا شعبا وسلكت الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار ولولا الهجرة لكنتم رؤا من الأنصار اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار فبكى القوم حتى أخضلوا لحاهم وقالوا رضينا بالله ربا ورسوله قسما ثم انصروا وتفرقوا بلغ حب النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار مبلغا عظيما وتمنى لو أنه كان واحدا منهم والأحاديث التي أثنى فيها النبي صلى الله عليه وسلم على الأنصار كثيرة وأشار فيها إلى فضلهم ومنزلتهم مثل قوله لو أن الأنصار سلكوا وادين أو شعبا لسلكت شعب الأنصار ولولا الهجرة لكنتم رؤا من الأنصار والبخاري في صحيحه يبوب أن يضع بابا فيعنوينه قائلا حب الأنصار من الإيمان وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل حبهم علامة على الإيمان وبغضهم أمارة من أمارات النفاق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار لا أحدا كرسول الله لأنه صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بالنفس وطباعها وحين رأى في أصحابه الحزن لم يقل لهم أنا رسول الله ولم يعاتبهم ولكنه قدر فيهم الحزن الذي وجدوه وهذه طبيعة البشر التي إذا لم تجد المقابل فإنها ستحزن فوساهم النبي صلى الله عليه وسلم بكلماته العطرة وحكمته الكبيرة وقال له إنه منهم إنه يحبهم ويحب كل من يحبهم وهذا لأنه يثق بهم وفي هذه القصة قدم النبي صلى الله عليه وسلم أعظم مثال يذهب الحزن عن الناس وهو الكلمات الطيبة الكلمات الطيبة في لحظات الإنكسار دواء يذهب الجراح وإذا جاءت في وقتها فإنها تداوي القلب وفي زماننا فإن كثيرا من القلوب تكسر كل يوم ويعاني الناس من حزن ذفين وخوف لا يستطيعون البوح به ليس خوفا من القول نفسه ولكن خوفا من الخذلان لا تحزن أقدم على مواجهة حزنك وهمك بالروية والهدوء وليكن قدوتك في مواجهة الهموم والتعامل معها رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالرغم أنه ليس فينا أحد كرسول الله لكننا نحب رسول الله ونحب أن نقتدي به ونتخلق بما كان عليه فكن على خطر رسول الله حيّة على الظلام حيّة على الظلام حيّة على الظلام حيّة على الظلام